أستاذ أمو محمد من الإسماعيلية تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل سنة حضرتك طيبة يا دكتر وحضرتك طيبة ما عندي سؤالين معلش حضرتك من غير معلش تفضلي سؤالين خليه من ست تلات عشان نبطل معلش تفضلي تسلم يا دكتر تسلم من الترمش تفضلي حضرتك جزم توفي الله يرحم هيتم سنة هو عليه الدين هو الدين ده حضرتك مش مفروض يتفض من فوق الروس من الورث بتاعه طبعا قبل ما تتوزع التركة لازم نطلع الديون لا لا ما رضيوش أخو ما رضيوش يعمل كده ولا حاجة يدفعوا يدفعوا من الأنصبة اللي هم خدوها يدفعوا منها الدين الدين قبل أي حاجة لازم الدين يتشال ولازم الوسيطة تتشال الأول يبقى فيه حاجتين بيتشالوا قبل ما نوزع أي تركة بيتوزع فيها لأن التركة دي بيبقى زي ما بيقولوا كده بالتعبير العامي ركبها حاجتين ركبها الدين والوصية نطلع الدين والوصية وبعد كده اللي يفضل ده هو ده التركة طيب حضرتك أخو قال لي لا المفروض أخو قال لي المفروض تطلعيها من الفلوس المعاش اللي انت خدتيها الفلوس المعاش لا فلوس المعاش تركاء بص يا ست فلوس المعاش دي حاجة فلوس المعاش دي حاجة وفلوس الخارجة دي حاجة والتركة بتاعته حاجة تانية لأن فلوس المعاش وكمان الفلوس الخارجة دي بتديها المؤسسة مواساة منها لأهل 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 الميت بتديه المين للي حدده هو فدوة أصلا تبرع من المؤسسة نفسها تمام لا ده معاش يبقى ده السؤال ده السؤال الأولاني لا الفلوس تطلع من تركته الأول الدين يطلع من تركته الأول السؤال التاني يا سيدة محمد طيب كان كذب لعيال لأخته إراض والعقد ملئنهوش فالصورة بتاعة العقد موجودة فهو مرديش قاله لأ أدينا العقد وإحنا نديهم الإراض طيب مرديش أخوه مرديش يد الإراض لعيال أخته طيب العقد ده كان مسجل لا مش مسجل بس ده اتنين شهود مادين عليه بص يا سيدة إلا إلا يصدق إلا يصدق بالعقد ده هيبقى ينفس في حقه لكن اللي مش هيصدق به ويقوله والله العقد ده ما شفتوش ولا عرف عنه حاجة وهو معذور لأنه العقد ده ما شفوش مش أي واحد هيجيب ورقة ياخد فيها مراس الناس وبما أن العقد ده مش موسق في الشهر العقاري ومش مثبت يبقى إحنا ما نقدرش نثبت به ده يبقى إيه اللي هيحصل اللي هيقول إن العقد ده كان صحيح هيزبط في حقه ويددي نصيب ولاد أخوه منه طيب اللي بيقول لا أنا ما عرفش عنه ده لا مش هيدي لهم وهل يكون آثب لو عمل كده أبدا إذا كان هو عارف إن ما هو ما باعش حاجة فهو مش ملزم إنه هو يعطي المال اللي هو تحول إليه بالمراس يبقى أول حاجة الدين ده هيطلع من التلك وكمان هو لو ما أقرش بالبيع ده هو ما عليوش اسم لإنه هو ما فيش ما يثبت هذا البيع